نفس القصة الحقائق والأرقام هي نفس قصة قناة السويس وقناة السويس الجديدة أنا أتذكر كويس جدا أول ما الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد العزم على إعطاء إشارة البدء في حفر قناة السويس الجديدة فيبقى في عندنا مصار مزدوج طلع الإخوان وما نزلوش حبيبي تعبوا جدا استاءوا جدا ما هو طبعا لازم يستاء ولازم يتقلم ولازم يصوت ويصرخ أما للإعلام الإخواني شغلته إيه أولا لازم يشككك ويقلقك ويخوفك ويصوت لأنها بتوجع ما هو إذا أنت بتعمل حاجة صح وبتنجح بيتوجع كل ما الحاجة تبقى نجحة كل ما يتوجع طبيعي كل ما تبقى في العمق كل ما يتوجع هو الإخواني كده ناصر موجوع من قليل الولد مش عارف يحد متبادل شكده تلمتلي واقف رايح جاي زي الدبانة بس مش ده الموضوع هرجعك على حقائق وأرقام قناة السويس واللي الحمد لله والشكر لله فقط التوقع أو في أقل تقدير نقول هو مش ده اللي تقال من ساعة ما بدأنا أحفر قناة السويس وتطوير المنظومة بالكامل طيب النهاردة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال الاجتماع فخامة الرئيس وجه بتطوير جهود توطين خبالك بقى احنا بنتكلم على مرحلة تالتة يعني الأول احنا عملنا القناة الجديدة واشتغلنا على الخدمات بتاعتنا وبعدين بدأنا نشتغل على صناعة السفن بشكل أكثر تطورا وبعدين دلوقتي التوجيهات بأنه نزود ونطور في جهود توطين صناعة السفن عندنا هنا في مصر وأيضا مراكب الصيد لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصرية مش بس المراكب العملاقة وصاحبة الانتاجية الضخمة بس أهلينا هي البحيرات بتطور ليه زي المنزلة وبإذن الله هننزل المنزلة نرجع لكم بحلقة كفاءة طيب المراكب دي هتبقى مراكب جديدة متطورة حديثة نضيفة آمنة تخلي الصياد يعرف يشتغل ويطلع لقمة عيشه حلوة بالحلال صح